هل لاحظت عند استخدامك لبعض الأقراص الدوائية أنه يوجد على بعضها خط أو خطوط محددة أشبه ما تكون بالمحفورة فيها كما هو في الشكل وهل دفعك الفضول للسؤال عن أسباب وضع هذه الخطوط ولماذا لا توضع على كل الأقراص الدوائية وما أعنيه هو لماذا يظهر بعضها بسطح أملس دون تحديد توضع هذه الخطوط المحفورة على بعض الأقراص الدوائية لتمكن المريض من تجزئة القرص للحصول على نصف الجرعة إن كان هناك مثلا خط واحد محفور أو ربع القرص إن كان الموضوع خطين متقابلين وعلى هذا فقس وعموما فإن تجزئة القرص الدوائي في حال عدم وجود خط أو خطوط عليه غير جائز ويعد أمرا خطيرا وهي نصوص تعيها وتحث عليها منظمات الأدوية فلماذا هذا النهي؟ أقراص الدواء هذه في العادة تغطى بطبقة حافظة تحمي مادتها الفعالة الموجودة فيها وتمنع تعرضها لعصارة المعدة ليتمكن بعدها القرص من إتمام رحلته في الجهاز الهضمي والتحلل عند وصوله للأمعاء الدقيقة والتي فيها تتم عملية امتصاصه ليصل للدم كما هو معتاد ولكل قاعدة استثناء أما عند تحلله وخروج المادة الفعالة منه قبل وصولها للأمعاء بسبب تجزئته وكسر طبقة الحماية التي تغطيه فقد يؤدي هذا لنتائج سلبية على المريض والذي قصدته هنا هو أن كسر قرص الدواء يعري في العادة المحتوى الداخلي الواجب الحفاظ عليه محميا وهذا بعكس المحدد منها والتي تم تهيئتها بطريقة مختلفة هذا من ناحية الأمر الآخر وهو أن بعض الأقراص تزود الجسم بالمادة الفعالة بشكل تدريجي وعلى مدار فترات مدروسة كلينيكيا ومتى ما تم تقسيم القرص الدوائي أقصد القرص غير المعلم الذي لا يحتوي على خطوط محفورة ولاحظوا أن هذا السبب يضاف للسبب السابق فإن عملية تزويد الجسم بالدواء بالطريقة التدريجية تتأثر مسببة دخوله للجسم بشكل سريع وبتركيز عالي وتأثير قوي وهذا عكس لما يفترض حدوثه أثناء ابتلاعه دون تجزئة وهو ما قد يعرض المريض أيضا للخطر لأن طبيعة تصنيع القرص الدوائي قد تكون في هيئة طبقات خصوصا عند تصنيع بعض الأدوية التي تستهدف بعض الأمراض الحريجة أما السبب الثالث وهو أن بعض الأقراص الدوائية يجب أن لا تجزأ بأي شكل من الأشكال وإلا تعرضت للتلوث خصوصا عند ترك الجزء غير المستخدم منها في الخارج حتى وقت استخدامه مرة ثانية أذكر أيضا وهي نقطة على الهامش أن وجود الخطوط المحفورة يضمن لك عملية التقسيم الصحيح التي تم دراستها من قبل الشركة المصنعة للدواء وهو بعكس غير المحفور الذي لن يضمن لك بأي شكل من الأشكال تساوي الجزئين وقد يجعل القرص يتكسر أيضا إذن وجود حدود على بعض الأقراص الدوائية يعني قابليتها للتجزئة وغالبا ما نلاحظ هذا الأمر مع بعض الأمراض المزمنة كالضغط وما شابه وعدم وجود خطوط على الأقراص وأعني ظهورها بسطح أملس كما هو الحال مع الكثير منها يعني عدم ملاءمتها للتجزئة بأي شكل من الأشكال وللأسف الشديد فإن هذه المعلومة غائبة عن ذهن الكثير من الناس حتى بعض الكوادر الصحية الذين يتعاملون أو يصفون الأدوية للمرضى ترجمة نانسي قنقر